فلازم نعرف ان التبويض ده حاجة بتحصل مفروض كل شهر اللي يدل على ان فيه تبويض هو انتظام الدور يعني انا الواحدي كده ممكن ابعارفة في البيت اذا كان الدورة بتاعتي قصدي التبويض بتاعي منتظم ولا لأ بان دورتي منتظمة ولا لأ تمام حدوث التبويض ده معناها انه فيه علاقة ما بين المخ والمبيض والرحم العلاقة ديت منتظمة مخ مبيض رحم يبقى اذا عدم حدوث التبويض لازم فيه مشكلة في العلاقة ما بين الاعضاء دي التبويض هل المقصود بيه هو نزول الدورة؟ لا ولا هي الدورة كلها الشهر كله الشهر كله هو ده دورة الست يعني الست دورتها مش مجرد شوية الدم اللي بينزله في الاربع خمس ايام لا ده دول نتيجة لما حدث قبل قبل ذلك ونتيجة للعلاقة المفروض الطبيعية السليمة ما بين المخ والطبويض والرحم بالضبط بالضبط يبقى اي خلل فيه العلاقة دي بيحصل منها مشاكل في الطبويض مشاكل الطبويض هل ده معنانا هي مشاكل مبيض ولا لأ خلل في المخ أو خلل في الرحم أو خلل في المبيض؟ ما هو لو الطبويض بيحصل لما بتكون العلاقة دي منتظمة العلاقة دي سليمة العلاقة دي مفيش عليها مؤثرات خارجية طبعا ممكن حاجة خارجية عن الأكسس ده أو عن السكة دي تسبب مشكلة في الطبويض زي مثلا مشاكل في الغضة الدرقية وده من اهم الرسائل اللي أنا عايزة أقولها النهاردة اي واحدة ست عندها اضطراب في الدورة الشهرية بتاعتها مهم جدا ان احنا نتأكد ان الغضة الدرقية بتاعتها سليمة ليه بقى يا دكتور؟ لان اي اضطراب في الغضة الدرقية بيؤدي الى اضطرابات في الدورة بتاعتنا يعني الدورة الشهرية فده بلاقي كتير قوي جايين وعملين تحليل 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 والغضة الدرقية مش معمول لا مهم جدا الغضة الدرقية طبعا فيه مؤثرات خارجية أخرى زي الوزن زي الأمراض اللي هي تؤثر على الصحة العامة يعني مثلا سكر أنيميا حدة الوزن العالي والأوليل الاثنين ممكن يؤثروا على الطبيوت الضغوطات النفسية اللي احنا بناخدها عادي كده لا الضغوطات النفسية ممكن برضو تسبب مشكلة في الطبيوت والمبايد نفسها ده أسباب عامة فيه أسباب بقى في الغضة النخمية ممكن يكون فيها أورام أو ممكن تكون بتفرز هرمون لبن زيادة شوية الغضة النخمية هي اللي بتفرز هرمون اللبن وبتفرز هرمونات تانية كمان يعني بتفرز هرمونات تانية اللي بتشغل المبيض يعني أي اضطراب في الغضة النخمية ممكن يؤدي إلى مشاكل في الطبيوت ومشاكل في المبيض نفسه مشاكل في المبيض بتندرك حاجات كتير أهمها أو أكثرها شيوعاً هو التكايسات المبيض ترجمة نانسي قنقر